بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم راح نتحدث عن برنامج لا يستغني عنه الطالب ولا المعلم لأنه يحتوي على مميزات عديدة وكذلك يخدم المجال التربوي اللي هو برنامج جوجل كلاسرو طبعاً هو خدمة مجانية اللي هو مجاني تم تطويرها من قبل جوجل الهدف منه تسهيل إنشاء الواجبات يسهل علينا إنشاء الواجبات وتوزيعها وتصنيفها بشكل غير ورقي وكذلك الغرض الأساسي منه هو تبسيط عملية مشاركة الملفات إنه يسهل ويبسط عملية مشاركة الملفات بين المعلم والطالب نشوفوا هني أول شي نفتح المتصفح ورح نكتب في البحث جوجل كلاسرو طبعاً مثل ما تشوفون هني توفر عندي هني جوجل كلاسرو رح نضغط عليه طبعاً رح تطلع صفحة هذي وهو أول خيار بس لازم نتأكد إنه مكتوب هني بالرابط إنه كلاسروم دوت جوجل دوت كوم رح نضغط عليه طبعاً هذا أنا حسابي أنا رح أشرح لكم كيفية الدخول منه في الأساس رح أدخل مرة أخرى مثل ما تشوفون طلعت لي صفحة هذي طبعاً هذا حسابي اللي تم توني سجلت من الخروج اللي ما عنده حساب يضغط على استخدام حساب آخر طبعاً اللي عنده بريد يكتروني أو هاتف يكتبه مهني وبعده يضغط على التالي ويكتب كلمة المرور ورح يدخله على حساب كوكل أو إنشاء حساب طبعاً فيه خيارات لنفسي لطفلي لإدارة نشاطي التجاري طبعاً رح أضغط لنفسي ستطلع الصفحة هذي أول شيء إنشاء حساب لك على كوكل رح نكتب طبعاً الاسم الأول كذلك اسم العائلة اسم المستخدم طبعاً يمكن استخدام الأحرف والأرقام والنقاط فيه في المستخدم أو أني أستخدم عنوان بريد يكتروني طبعاً بعد ما أحبي البعانات هنا أيضاً أضغط أكتب على أكتب كلمة المرور أو كلمة السر وأكتب أتم تأكيدها هنا طبعاً يكون استخدام أحرف أو أكثر استعمال مزيج من الأحرف والأرقام وكذلك الرموز وبعدين أضغط على التالي بس أنا مثل ما قلت لكم إنه عندي حساب في كوكل فراح أرجع للصفحة الرئيسية وراح أدخل في حسابي مثل ما تشوفون هنا طبعاً طالبين أدخل كلمة مرور عشان الأمان إذا طبعاً في حال إذا تم يعني انسيت كلمة المرور أو هذا فلنضغطه الخيار هذا وراح يرسل عن طريق المريض الإلكتروني طبعاً راح أضغط على التالي مثل ما تشوفون هنا دخلت على البرنامج اللي هو جوجل كلاسروم مثل ما تشوفون هنا أنا من الدرجة الصف راح أو انتم إنشاء صف راح أشرح لكم بالتفصيل راح أشوفوا هنا النقاط اللي هو التطبيقات طبعاً هاي تطبيقات متوفرة من داخل برنامج جوجل كلاسروم مثل إحساب بحث خراية جوجل يوتيوب جهات اتصال الشات ميت ترجمة الصور في عدة تطبيقات مثل ما تشوفون هنا أو مرات تكون تطبيقات ناقصة أقدر أضغط على الخيار هذا وإنه يحطوه برامج أكثر علامة الزائد هذه اللي هو إنشاء صف أو انضمام إليه أنضم إلى الصف طبعاً بواسطة كود أو إنه المعلم يدخلني في صف وإنشاء صف طبعاً راح يتم شرح بالتفصيل نشوفوا هنا القائمة الرئيسية طبعاً أول شيء كلمة الصف اللي هي القائمة اللي حنا فيها حالياً ثاني شيء التقويم طبعاً مثل ما تعرفون التقويم اللي إذا فيه اختبار إذا فيه واجب إذا فيه تسليمات فأقدر أحطهني بالرزنامة وأسيفة وأسيفة مثل ما تشوفون إذا تحكم فيه بسهولة ونروح طبعاً المراجعة المهام طبعاً راح نشرحها بالتفصيل والصف اللي هو صف الاجتماعيات اللي تم إدراجه الصفوف المؤرشفة طبعاً راح أوضح لكم الصفوف المؤرشفة والإعدادات راح ندخل على الإعدادات نشوف أول شيء الإعدادات الخاصة بالملف التعريفي أضغط مثلاً أنا مثلاً تعريف أقدر أغير صورة الملف التعريفي وأنا داخل البرنامج ثاني شيء اللي هو الإشعارات لو تلاحظوا هناك كاتبين أن بريد الإلكتروني سماح بالإشعارات عبر بريد الإلكتروني لو تلاحظون هناك إنه لو أسكر أو أغلق الإشعار هذا ما راح يتوفر عندي الباقي لأنه أساس الإشعارات يلهمون بريد الإلكتروني لو أفعلها فرح تظهر لي كل شيء نشوف هناك تعليقات مثلاً تعليقات على مشاركاتك طبعاً راح تكون مفاعلة تشير اللي تشير إليك مثلاً اللي يسوي منشن وتعليقات الخاصة على العمل تكون مفاعلة إنه توصلني الصفوف اللي تدرسها نشوف هناك تسليمات متأخرة لعمل طالب مثلاً إن الطالب يسلم متأخر ما في وقت له معين إنه يسلم متأخر فأنا ما أبي الطالب يسلم متأخر راح أصك ورأني راح أبطل في حال هذا الخيار ثاني شيء عملية إعادة إرسال عمل الطالب إن الطالب يقدر يرسلي عمله مثلاً إذا فيه غلط يصححه ويسلمه فأنا راح أفعل الخيار هذا دعوات التعاون في تدريس بعض الصفوف مثلاً إنه أدعو بعض المعلمين إنه يساعدوني إنه في أدرس بعض الصفوف راح أفعل الخيار هذا طبعاً نشوفون تحت إشعار الصف تفعيل إشعارات عبر بريد أكتروني أو الجوال أو إقافها أو ننزل إحني إشعارات الصف الاجتماعيات طبعاً أنا فعلتها أبي يوصل لي إشعار من هالصف نروح نشوف مثلاً الصفوف المؤرشفة الحين طريقة الصفوف المؤرشفة إحني فيه ثلاث نقاط راح نضغط عليها لو تشوفون هنا الأرشيف هل تريد أرشفة الاجتماعيات يؤدي إلى أرشفة يؤدي وضع صف في الأرشيف إلى تنفيذ تدام مشاركين راح مثلاً أضغط الأرشيف الحين طبعاً لو تشوفون هنا أمسح عندي صف راح نضغط على القائمة الرئيسية راح نروح للصفوف المؤرشفة طلع علي صف الاجتماعيات اللي تم أرشفته راح أضغط على خيارات أقدر أسوي السعادة وأقدر أني أحذفه بالمرة خلال نجرب أنه تم حذفه طبعاً يسألون يحطون هل ترغب فيه حذف صف الاجتماعيات أو ألن تعود لديك إمكاني وصول للمشاركات طبعاً راح ينحذف عندي إذا أنا حذفته فأنا راح أحذفه زالي الحذف مثل ما تشوفون هنا ما في الصفوف المؤرشفة وما في الصفوف في المرة الحين نروح إلى إنشاء صف طبعاً فيه طريقتين أني أقدر أنشئ فيها صف أول شيء عن طريق مثل ما تشوفون هنا هالكلمة أضغط على إنشاء صف أو أني أضغط علامة الزائد اللي قلت لها لكم في أول شيء طبعاً هنا إنشاء صف راح أضغط عليها وراح نضغطها من هنا إنشاء صف راح أضغط لي هل تستخدم فصل الدراسي ومؤسسة تعليم مع الطلاب طبعاً نحط له الخيار هذا إذا ما وافقت على الخيار هذا ما راح أقدر أني أنشئ أو أدرج صف راح أوافق على الخيار وراح أضغط كلمة وتابع مثل ما تشوفون هنا طلعت لي صفحة مكتوبة فيها إنشاء صف اسم الصف المطلوب طبعاً اسم الصف مطلوب لازم يكون فيه اسم الصف القسم الموضوع وكذلك الخربة طبعاً اسم الصف راح أكتب مثلاً اللغة هنحو العربي اللغة اللغة العربية القسم مثلاً القسم اللي هو مثلاً أكتب الصف السابق الموضوع مثلاً عربي الغرفة مثلاً يعني الغرفة أو أنها مثلاً عندي أكثر من صف فراح مثلاً أكتب سابعة ثالث إنشاء طبعاً نستجاري الإنشاء هنا مثل ما تشوفون هنا مثل إنشاء اللعنات يمكنك مشاركة إنشاء اللعنات مع الصف فراح يتمشارح هنا مثل ما تشوفون هنا إنشاءت صف باللغة العربية للصف السابع هنا حاطي الكلمة التخصيص راح أضغط عليها راح أختار الصورة هذه أبيها صورة أو لون مظهر مثلاً أبي لون أزرق راح أحفظها راح يتغيرها وتلاحظون أبي لون وردي تغير الكلام اللي هني صار بلون وردي مثلاً راح خليعه على أزرق نشوف هني اختيار صورة أقدر أختار صورة طبعاً جوجل كلاسروم وموفر لي صور أول شيء عام لغة العربية والتاريخ مثل ما مثلاً أخذ هل هذا الصورة راح أخذر أو إنه فيه مثلاً الرياضيات والعلوم الفنون الرياضة طبعاً صور عديدة وغير ذلك بس أنا راح أختار بما أنه اللغة العربية فراح أختار الصورة هذه راح أحددها مثل ما شفوهني أضغطها تتحدد اختيار أظهر الصف أو إني أحمل صورة اللي هو من المعرض من الكمبيوتر راح أضغط حفظ طبعاً مثل ما تلاحظون هنا تغيرت الصورة طبعاً فيه هنا علامة اللي هو إخطاء معلومات الصف أو أظهرها مثلاً حين طلعت معلومات الصف اللي هو الرمز هذا الرمز الموضوع عربي والغرفة اللي هو الصف هنا رمز الفصل الدراسي الرمز هذا اللي تتم مشاركته للطلاب عشان ينضمون للصف أقدر أنسخ الرابط مثل ما تشوفوا هنا تم نسخ الرابط هنا نسخ الرابط الدعوة إلى الصف نسخ الرابط هنا طبعاً دعوة إلى الصف نسخ الرابط أقدر أنسخها وأجز حق أي موقع من مواقع التواصل إعادة ضبط الرمز رمز الصف مثلاً إذا كان الرمز عاطل أو غير شغال في البرنامج فهي الضبطة فلو تلاحظون هنا عندما ضغط إعادة ضبط تغير هنا عندي الرمز وأقدر أنسخ مرة أخرى وأقدر أطق إيقاف إذا طقيت إيقاف خلاص إذا مثلاً اكتمل الصف عندي وأنا ما بي يكون زيادة على الطلاب فأضغط إيقاف أي شخص من الخارج يستخدم نفس الرمز للفصل الدراسي ما رح يقدر يتخلي أنه أنا ضغط على كلمة إيقاف نشوف هنا المهام المطلوبة راح أتم شرحها ها المهام المطلوبة هنا إعلان الصف مثال عندي هنا أبي أذكرهم بنهاية الواجب أو نهاية تسليم الواجب راح أكتب هنا كلمة تذكير تذكير مثال تذكير نهاية نهاية تذكير